في القاهرة والناس في مثل هذه الايام تسعة وعشرة يونيو من اربعة وخمسين سنة خرج آلاف وربما بعد قليل عشرات الآلاف ثم تحول الى مئات الآلاف من المصريين في شوارع القاهرة تطالب جمال عبد الناصر بالعودة عن التنحي الذي كان قد اعلنه بعد ان اعلن للمصريين عن هزيمة ساحقة وما قالش الناس ساحقة وما ظنيش ان الناس كمان كانوا عرفوا الهزيمة بمعنها الحقيقي او بصورتها الدقيقة لما خرج عليهم عبد الناصر اللي يعلن التنحي والاستقال طبعا تعبير التنحي ده تعبير صكه وكتبه استاذنا الكبير استاذ هيكل وهو صائغ هذا الخطاب يعني القصير الكثيف الحزين والبائس لكن ممكن تسألني دلوقتي وايه علاقتنا احنا في عشرين واحد وعشرين في يعني بهذا الحدث بنكلم عنه ليه اه يعني بصوا ده بقى مشكل كبير جدا في حياتنا المصرية والعلاق العربية ايضا ان احنا منقطعين عن تاريخنا ما بنتعلمش من تاريخنا فكأن هذا التاريخ لا يترك بصمتا على العقل ولا على حتى القلب فبتلاقي نفسك كمجتمع وكدولة وك يعني امة بتكرر اخطاء عامل كده فاكر الفيلم بتاع خمسين موعد ده ما حبيبتي ده اللي هي عددها فقدان زاكرة كل يوم بتفقد زاكرة اليوم اللي فات فبتعد تبدأ بتفقد الزاكرة كل يوم بتبدأ بزاكرة جديدة فابدأوا بيحطوا لها فيديو يقولها انت مين وانت ولدتي امتى وحصل ايه ومين ابوك ومين امك ومين اخوك هو كده كأن المجتمعات العربية محتاجة كل يوم الصبح على الاقل دلوقتي بقى يعني ممكن فلاشة يحطوا لها فلاشة ويشرحوا لها احنا مين لانه كل يوم الصبح انت بتبدأ وكأنك لا تعلم من انت ما هو تاريخك ايه اللي حصل فبتكرر اخطاك والحقيقة برضو حقيقة ارجو ان احنا يعني نتعامل معها بموضوعية وبرفق انه في 25 يناير 2011 بعد ما جرى فيه ما جرى الواحد هو بيعود وهو الكاتب بالمفروض انا رجل كاتب يعني وقارئ وعاشق للتاريخ وقارئ للتاريخ واعتقد نفس واحد من باحثيه يعني لما ترجع تقرأ كل ما جرى في مصر تلاقي ايه ده احنا كررنا كل الاخطاء اللي عملناها قبل كده كررناها كلها في 25 يناير يعني اذا احنا وكأننا لم نقرأ او كأننا لم نستوعب او كأننا لم نفهم او كأننا لم نتعلم